20 أيام ونحتفل بثورة 30 يونيو وذكراها الكبيرة الجميل الحكومة عملت النهاردة قرار معنويا الناس مختلفة عليه لكن واقعيا الناس متفق عليه قالت إننا وإن كان موضوع 30 يونيو أو يوم أجازة رسمية جاية هيبقى يوم 3 أو يوم 4 أو يوم 2 أنا أخلي يوم 5 يعني اللي إحنا فهمناه كده أنه هيبقى فيه إجازة في وسط الأسبوع يوم 2 لا هنخليها يوم 5 قرار منح يوم الخميس إجازة رسميا بدلا من يوم الثلاثاء وده وفقا لتنصحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء قال يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها كيفما يشاءون هذا الأمر سيتم تطبيقه ابتداء من الآن وهنا بقى أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو ونص القرار على أن تمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ولئات العامة حدودة الإدارة المحلية شركات القطاع العام قطاع الأعمال قطاع الخاص كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقا للمواعيد المقررة إذن هناك عرف جديد أن الأجازات يعني لو 23 يوليو جه يوم اتنين أنا أخذه الخميس هي حلوة صراحة بس معنويا مش حلوة يعني ده رأيي يعني أنا مثلا 36 بالنسبة لي يوم تاريخي يعني لما هقلب الأجندة كده وبص ألاقي 36 لا يعني هو يوم تلاتين ستة بس معنويا بالنسبة لي أنه يوم وطني عايز أحتفل بي لكن عملا وإفادة للأسرة المصرية نعم الخميس أو السبت لبعض القطاعات الخميس بالذات أن يكون يوم إجازة ده هيبقى في صالح الأسرة المصرية الناس انقسمت على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الأمر لكن قد يكون الأميل إلى القرار اللي اتخذوا رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس هو يوم الإجازة بدلا من يوم السلسة نطلع فاصل وبعد الفاصل استكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في كل يوم خليكم معا